تداعيات استهداف الناقلة التي تديرها شركة إسرائيلية في بحر العرب قرب سواحل عمان قبل أيام لا تزال مستمرة إذ أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن ثقة بلاده بأن إيران هي من استهدفت الناقلة عبر طائرة مسيرة متوقعا ردا دوليا جماعيا على الحادث بلينكين أكد للصحفيين أن منطقة استهداف الناقلة شهدت على مدى شهور سلسلة من التحركات الإيرانية ضد سفن قطاع الشحن مضيفا أن استهداف الناقلة يشكل تهديدا لحركة الملاحة والتجارة في المياه الدولية وحول الرد الدولي على الحادثة أوضح الوزير الأمريكي أنه يوجد تواصل وتنسيق مكثف مع المملكة المتحدة وإسرائيل ورومانيا ودول أخرى متوقعا ردا جماعيا ودوليا حول الحادثة في الفترة المقبلة في السياق طالب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عقب محادثات مع نظيره الإسرائيلي في واشنطن برد جماعي مع الحلفاء ضد إيران بعد اتهامها بالمسؤولية عن الهجوم الذي أسفر عن سقوط قتيلين من طاقم ناقلة يحملان الجنسية البريطانية والرومانية على الجانب الإيراني حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة من أن بلاده سترد على وجه السرعة على أي تهديد لأمنها نافيا أي صلة لبلاده بالهجوم الذي استهدف الناقلة الإسرائيلية دخيل حسن وحلقه تسال